السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة من شرح كتاب انجلس كرامر نيوز 3rd edition النهاردة معنا unit 5 الواحدة الخمسة past simple الماضي البسيط added او كلمنا بالكده عن الماضي البسيط او ذكرناه في جوم الفاتد study this example Wolfgang Amelius Mozart was and was an Australian musician and composer Mozart كان مؤلف ومسلكار استرالي كان was he lived عاشا lived ماضي from 1756 to 1791 he started بدأ خلوا بالكم من الكلمات والأفعال اللي هي مظللة بالسود تيلدة he started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music بدأ تأليف في عمر خمس سنوات and wrote more than وكتب أكتر من 600 pieces of music عمل أكتر من 600 معزوف he was only 35 years old when he died بس مات عند 35 سنة سلام lived started wrote was dead are all past simple كلهم ماضي بسيط طبعا هنعرفين ان الماضي بسيط هو التصريف الثاني للفعل التصريف الثاني للفعل ده بيحتمل حاجة من اتنين اما بيكون منتظم يعني تصريفاته للأيدي او يكون غير منتظم لازم يكون شكله معروف غير منتظم طبعا زي wrote was اما منتظم زي live كانت live أصبحت lived start نروح لسيكشن بي very often the past simple ends in ed regular verbs اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ان اغلب الافعال في الماضي البسيط بتنتبه الed i work in a travel agency now انا بشتغل في مكتب سفريات دلوقتي before before that قبل كده i worked worked ed i worked in a department store i worked in a department store كنت شعير في ميش ok we invited them احنا دعناهم to our party but they decided not to come هم كرروا انهم ما يقوش احنا دعناهم عملنا بعثنا لهم دعوة انهم يقول الحفلة but they decided هم كرروا برضو في حاجة في الماضي not to come the police stopped me on my way home last night the police الشرطة او الشرطة وقفني stopped me last night last night تدل على الماضي بس stop الماضي منها stopped معاملنا هنا مضاعفة لحرف ال b عشان ان جاي قبلها حرف second طبعا الحرف المصورة حرف متحركة الحرف متحركة عندنا خمس a-e-i-o-u ok laura passed her examination because she studied very hard هنا هنا كلمة past معناها نجحت past her examination نجحت في اختبارها because لانها she studied very hard درست بجد for spelling من اجل ال spelling الكتابة stop studied see appendix 6 يعني بقى نرجع لها بعدين ان شاء الله في الاخر but many verbs are irregular العديد من الافعال غير منتظمة the past simple doesn't end in ed for example the past simple does the past simple does كلمة does not end in ed for example يعني الماضي من كلمة does مش does 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 did يعني غير منتظم فهو اعطانا هنا امثلة write الماضي منها wrote see الماضي منها saw go الماضي منها went shot الماضي منها shot برضا زي ما هي غير منتظمية وانا عملت اول فيديو في سلسلة grammar لكل مستويات كل الافعال الغير منتظمة حطيتهم في فيديو مجمع لو حبيت روح تشوفه هسيبه في الهندس في اخر الفيديو او دلوقتي ممكن يظهر في علامة من العلامات فوق Mozart wrote wrote ماضي more than طبعا هنو كان في الماضي لان راجل ده مات من سنين three six hundred pieces of music we saw rose we saw we saw rose in town a few days ago ago منذ عدة ايام قليلة فاتت i went to the cinema three times last week it was cold so i shut the window wrote saw wind shot كلهم يدل على الزمن الماضي البصير section c تكوين السؤال وال negative form والشكل الماضي منه امشو ده الشكل اللي نفي منه questions and negatives we use did او didn't في الاسئلة احنا عندنا هتكون السؤال لو هتبدأ ب yes no questions يبقى انت هتسأل بدد السؤال يبقى بدده بدده لو السؤال ده بيقولش questions يعني what where when انها ومين يوماتش الكلام ده يبقى تحط بعد فعل مساعد ماضي دد واتاكد ان طالما الفعل جملة ماضي يبقى السؤال طالما في دد يبقى الفعل هتحطه مصدر لو اعطنا هنا امثلة i enjoyed she saw they went دائما بيجي مصدر في داخل did you enjoy لما انتكي في العالم did you enjoy did she see did they go تحولوا يعني كانت i enjoyed فلما كون السؤال did you enjoy she saw لما كون السؤال did she see they went did they go اوكي شكل النبش هنحط did تبقى didn't يعني مثلا الجملة i enjoyed اعزف ال ايدي ارجع الفعل اصله وحط didn't قبله i didn't enjoy she saw يبقى النافي منها she didn't see they they went يبقى النافي منها they didn't go اوكي شوف الامثلة هزي ايو بيكالونا مع بعض did you go out last night هل انت خرقت امس yes i went to the cinema but i didn't enjoy the film much هو السؤال بدء بدد صح يبقى الاجابة لازم اكون في الزمن الماضي البسيط yes i went ما قلش yes i go they not really did هل ذهبت yes i went to the cinema انا ذهبت الى السينما but i didn't enjoy انا لم استمتع the film much كثيرا نقطة ثانية when did mr thomas die متى مات about 10 years ago تقريبا 10 سنين they didn't invite her to the party so she didn't go هما ما بعتوش لها دعوة لذلك لم تذهب she didn't go did you have time to write the letter هل عندك وقت انك تكتب الخطاب ده no i didn't كانش عندي وقت okay in the following example do is the main verb in the sentence كلمة do هي الفعل الأساسي they invite they go they see they enjoy من القمل اللي فات did do didn't do ده الشكل اللي هنشوفه دلوقتي what did you do do هنا بمعنى يفعل what did you do did الأولانية هي الفعل المساعد اللي جاء عشان زمن الماضي و do هنا يفعل اللي هو الفعل الأساسي في الجملة at the weekend what did you do at the weekend نفس الجملة مثلا لو هنشيل do دي عشان ما يحصلش الخبط هنخطها بدلة مثلا watch what did you watch at the weekend ماذا شاهدت هي دي what did you do ماذا فعلت at the weekend في عطلت الأسبوع ما نقولش what did you do at the weekend ماذا عطلت الأسبوع فن الفعل فالمعنى تاه خالص مش مقول i didn't do anything انا لم افعل اي شيء i didn't احنا مش بنعاقبك i didn't do anything بس ما ينفعش نقول i didn't anything i didn't انا لا لا اي انا لا لا شيء اي شيء انا لا اي شيء فما نخلي بالنا لو فعل الجملة الأساسي هو do يرضو نستخدم did و didn't ما فيش مشكلة the past of be am is are is was where الماضي من verbi verbi من الأفعال غير منتظمة في الشكل الأولاني في الزمن اللي هو التصريف الأول am is are the i 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 الليُ نفي و wasn't where weren't وطبعا لو تكون السؤال حط وصف الأول was I was he was she was it where we where you where they note ناخل that we do not or do do not use did in negatives and the questions with was where يعني لو في was where في قملة ما تستخدمش did أو didn't I was angry because they were late أنا كنت غضبار ما ينفعش أقول I was dead angry أو أقول I did was angry أو أقول I did be angry ما أنتبعها تقول did أجيبها عشان أخلي الفيرب مصدر لا لما يبقى في في فيربي في الجملة ما تحطش did خالص سواء سؤال أو negative was the weather good when you were on holiday they weren't able to come because they were so busy هما ما كانوش قدري أنهم ما يجوا لأن because they were busy were so busy هما كانوا مشغولين جدا والجملة الأبلاغ was the weather good هل كانت طقس أو مناخ good when you were on holiday لما كنت في العطلة آخر حاجة did you go out last night or were you too tired هل أنت خرقت أمس ولا أنت كنت مراجعة مراجعة سريعة كده درس النهاردة كان عن الماضي البسيط الماضي البسيط بيدعبر عن حدث بدأ ونتهى في زمن الماضي قلنا أنه بيستخدم التصريف الثاني للفعل الفعل إما بيكون منتظم أو غير منتظم لو هو منتظم بييجي فيه آخره إيه دي لو غير منتظم شكله بيضغير زي قلنا الأفعال right route seesaw go went shut shut وقلنا أن فيه عندنا فيه فيديو آخر لكل التصريفات الغير منتظمة قلنا شكل السؤال هيبدأ بدد ولو جدد ييجي بعدها مصدر ودد نفيها didn't وأخيرا قلنا أن فيربي بيكون في الماضي من was where ولو حطت was where ما تجيبش did or didn't وشكرا للمتابعة وأنا أرقاكم إن شاء الله الدرس الجاي مع unit 6 الواحدة الستة pass continuous الماضي المستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته